السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملؤ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علبا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملؤ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتوا شعيبا إنك بذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتهم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأغدناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتهم من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بظلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهده وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاكبة المفسدين وقال موسى يا فرعو إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم وأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآياتنا فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملؤ من قوم فرعون إن هذا لساحل عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحل عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوه فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يقتقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه هناك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذر لكم إن هذا لم تنكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافها ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنكم منا إلا أن آمننا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهة قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال أهل موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والمعاكبة للمتقين قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جكتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تسبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادي والدم آيات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهدعي عندك لئن كشفت عنا الرجز لننن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقلنا منهم وأغرقناهم باليميم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافرين وأغرتنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكبون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء امتبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحجين نساءكم وفي ذلك بلاء من ربك معظيم وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب قال رب أرني أنظر إليه قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صحيقا فلما أفاق قال سبحانك تبد إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فقد ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرت حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوهم وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويوفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غدبان أسفا قال بإسما قلبتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سانا لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفر رحيم ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سمعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجبة قال رب لو شئت أهلك توم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء إن هي إلا فتنة تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا بغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من نشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله ليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتين عشرة أسباق الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه أن اضرب معصاك الحجر فمجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربا وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم من والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث ايتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غيرا الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم لجسام من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة للباحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم سرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبنوهم بما كانوا يتسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعزون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وآخذنا الذين ظلموا بعذاب مئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم لكونوا كردة قاسئين وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليه إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع عقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يردعون فقال فمن بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخر تخير للذين يتقون أفلا تعكلون والذين يمسقون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظلوا أنه واقع بهم هذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أم تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وابلونا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نبصل الآيات ولعلهم يرجعون واجلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتبكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتاد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والأنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يغسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أعضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أولم يتذكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا لذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له هو يذرهم في تغيالهم يعملون يسألونك عن الساعة عيال مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكترد من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمن ربه فلما أدخلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلنا لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون إن ولي الله الذي نسل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإقوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تمتهم آية قالوا لولا جتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربك وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنسطوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وقيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما الأؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادت من إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزق لهم ينفقون أولئك هم يؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيذكم الله إحدى الطائفتين أنها لك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويوتل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نسو إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس منثا منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فذبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفى الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا سحفا فلا تولوه الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئتنا فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين إن تستسحوا فقد جاءكم الفتح وإن تاته فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عناكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعكلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ونوى الرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب من الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد الحقاب واذكروا إن أنتم قليل المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم أن يدكم من أصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم أنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتلة والله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كبروا ليسبثوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمتر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرتها ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحسرون ليميز الله القبيل من الطيب ويجعل القبيل بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فعلموا أن الله مولاكم نعمل مولا ونعمل نصير صدق الله العظيم صدق الله عظيم شكائز صدق الله رأس ace بعض الحصد